بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها مناجات وشكوى عند وصيد باب سيدة الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليها سطور كتبتها في التسعينات من القرن الماضي أياما كان الطاغوت المجرم البغيض جاثما على صدور أهلنا وإخواننا في بلاد الرافدين وفي أيامها على نعيق في بيروت ينكر ظلامة فاطمة ويشكك في كثير من عقائدنا الشيعية الأصيلة فتمخض فتمخض القلم يعتصره العلم فكانت هذه الحروف وكانت هذه الكلمات ما بين مناجاة وشكوى أما مناجاة بين يدي المظلومة الشفيع صلوات الله وسلامه عليها في الزمن القاحل يا زهراء دمعة آلامي تحبسها الأيام في الزمن القاحل يا زهراء دمعة آلامي تحبسها الأيام والشبح الآتي يا زهراء من تأريخ يحفل بالأوهام يبكيني 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 والآهة ملء الدنيا وشموخ يهزأ بالحكام عجباً يا أمة الطهري تنطفئ الأحلام وتذوب شموع السعدي ويقس النحس آه آه والآثاء يا زهراء يا تفاحة محمد يا قنديل العرشي يا كفو علي وليصمت وليصمت كل لساء نفد الحبر واتسع المعنى وأصاب العي كل كلام يا زهراء يا أعذب اسم أهواه يا زهراء يا أعذب اسم أهواه وبه أمي ناغتني وبه رقيت بناتي من شر الشر ومن شر النفاثات وبه بيتي عوذت من كل مخيف آتي وبه حصنت فؤادي من أن يرتع في واد هو غير الواد الذي طهره المولى حيدر شرفه بالأقدام وبه لذت من جور السلطان الظالم باسم القومية يحكم أو باسم الإسلام وبه لذت من جور السلطان الظالم باسم القومية يحكم أو باسم الإسلام لا فرق كبير في ذلك ما دام السلطان بخير والحاشية محفوظون بدعاء من ألطاف الدولار لا من ألطاف الجبار إذ هم في منعا عنها بدعاء من قلب مخلص بالضبط وبالدقة تحت القبة في الزاوية اليمنى في صندوق النقد الدولي بخضوع وخشوع وسكين ودموع تماسيح حزين والقبلة صندوق النقد والأذكار في دولاره واسترلين واليورو لا ننساه في المستقبل أرباحه جدا مضمون والأيدي المرفوعة تدعو جد حريصة جد أمينة ستجاب الدعوة حتما لكن بشروط وشروط هي جد بسيطة في نظر الحاكم ما دامت تحفظ سلطانة هي جد بسيطة لا تهتموا فيها وبها ولها وعليها منها تغيير الخط الكوفي بخطوط وخطوط فالخط الكوفي قديم بال لا يصلح للإستعمال لكن لا تنسوا وهي جملة اعتراضية في وسط هذا الزحام الشديد والضوضاء المتعالية لا يعبأ بها أحد فعلي أول من خط الخط الكوفي وعليه سيأتي المهدي راجع كتب التأريخ راجع كتب الأخبار والحر العاقل تكفيه إشارة وأعود فأبشركم إن السلطان بخير دائم والفقراء هشاشون بشاشون جدا فرحون فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري والألسنة تلهج منهم للحاكم في طول العمر وأعود فأبشركم إن السلطان بخير دائم والفقراء هشاشون بشاشون جدا فرحون فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري والألسنة تلهج منهم للحاكم في طول العمر العمر مديد العمر مديد ما دام الحكم سوطا نارا وحديد والشعب سعيد الشعب سعيد العمر مديد العمر مديد ما دام الحكم أقوالا فارغة ووعودا كاذبة ووعيدا ووعيد والشعب سعيد الشعب سعيد العمر مديد العمر مديد ما دام عطاء الحاكم للناس برقا ورعيد برق خلب زبد وسراب أما الزبد لذوي الأسنان الحساسة من نخب أو أصهار أو أصحاب أما الزبد لذوي الأسنان الحساسة من نخب أو أصهار أو أصحاب روح فداهم روح فداهم يا ويل الأمة من بلواهم والعذر عند طبيب المستشفى الجمهوري الملكي الإسلامي الماكر هو أخبرنا هو أقنعنا إن الأسنان الحساسة دوما تحتاج إلى الزبدي والكعك الناعم حنانيهم حنانيهم فذو الأسنان الحساسة مظلومون مقهورون يحتاجون إلى الزبدي كثيرا أكثر من كل الأمة إذ هم قلب الأمة روح الأمة عقل الأمة بل كل الأمة والحق يقال الحق يقال إنهم يستأهلون أكثر من ذلك إذ لولا بركات منهم خربت دنيانا فالفضل لهم والفضل بهم لكن الأمر في الواقع مختلف جدا فطبيب المستشفى الجمهوري الملكي الإسلامي الماكر يخدعنا في كل صباح في كل مساء إذ أن الأسنان الحساسة هذه لا تعبأ بالحر ولا بالبرد لا تعبأ بالأطعمة الصلبة قادمة طحانة طاحنة قضامة أكلت جلدي مضغت لحمي مصت كل دهوني طحنت جمجمتي قضمت حتى العظم هذه الأسنان الحساسة عدل عطف حكم ورياسة تبلع كل الشعبي تطحن كل الشعبي من أخمصه حتى راسه هذه الأسنان الحساسة علم فهم عزم حلم وكياسة هاكا اسمع من ألطاف الأسنان الحساسة كل الفقراء كل الضعفاء ازدادوا فقرا ضعفا جوعا وتعاسا لا تقدح يا شعبي في الأسنان الحساسة لا تقدح يا شعبي في الأسنان الحساسة إنك تعكر صفو الحاكم في ذلك أو تجرح إحساسا ومزاج الحاكم يا شعبي في بلدي عهر ونجاسة وذو الأسنان الحساسة ككلاب تتهارش في مزبلة وكناسة يا زهراء يا زهراء هذه المهزلة تروح وتغدو من ذاك اليوم المشؤوم وإلى هذا اليوم من يوم أمر الطاغ قنفذ أن يضربك بسياط الكفر الجهري العلني الواضح يا زهراء أنت الملجأ أنت المنجأ يا زهراء أنت الملجأ أنت المنجأ في دنياية في آخرتي يا مولاتي يا سيدتي يا زهراء يا زهراء يا حرز الآمن في يوم أهرب فيه من أحبابي من والدتي من أولادي يا زهراء يا حرز الآمن في يوم أهرب فيه من أحبابي من والدتي من أولادي في يوم أسمع فيه صوت منادي يا أهل المحشر غض الأبصار فالنور القادم بنت الهادي في يوم أسمع فيه صوت منادي يا أهل المحشر غض الأبصار فالنور القادم بنت الهادي تأتي تلتقط الأحباب بنت الأجوادي وبذات بينا أخبار الباقر والصادق والكاظم والسجاد كالطير يفصل بين الجيد من حب بصلاح ورديء بفسادي يا زهراء يا كل الرأفة والرحمة يا كل العفة والإكرام يا زهراء يا أم يا أطيب من لبن يا أطيب من لبن عذب صاف في عطش في جوع يشربه الأيتام يا زهراء يا صرحا من نور من طهر لا تبصره الأقزام يا زهراء يا غيبا يا زهراء يا صرحا من نور من طهر لا تبصره الأقزام يا زهراء يا زهراء يا غيبا يا سرا يا كنزة الإسلام يا زهراء جئتك أسعى والهم يقيدني لا أدري أهو يأس أم هو حزن أم هي آلام الآلام يا زهراء يا زهراء من يوم الباب والمسمار والمذبوح على الأعتاة صار القلب كأس دموع يا زهراء من يوم الباب والمسمار والمذبوح على الأعتاة صار القلب كأس دموع وانكسرت كل أباريقي وتلاشت آمالي خلف القطبان ماذا أكتب عن نفسي يا أحبابي ماذا أكتب عن نفسي يا أحبابي آمالي ضاعت بين الجدران أوراقي صبغت بالأحزان أفراحي يخنقها السجان وبعيني أبصر آلامك يا أم الإحسان يا زهراء إن قتلوك تعذيبا تنكيلا سيدتي في العام الحادي بعد العاشر للهجرة يا زهراء إن قتلوك تعذيبا تنكيلا سيدتي في العام الحادي بعد العاشر للهجرة ركلا عصرا رفسا سطرا صفعا لطما ضربا بالسوط ونعل السيف بعد الظلم وكل فنون العدوان وكل فنون العدوان يا زهراء قتلوك اليوم بألف لسان ولسان عفوا سيدتي عفوا سيدتي إني لا أتلو أخبار سليم أو ما ينقل مقداد أو سلمان أخشى أن يوصف ذلك كله بالهذيان عفوا سيدتي إني لا أتلو أخبار سليم أو ما ينقل مقداد أو سلمان أخشى أن يوصف ذلك كله بالهذيان يا زهراء قد قالوها قبلا لأبيك الأعظم فضلا يا زهراء قد قالوها قبلا لأبيك الأعظم فضلا إنك تهجر في القول يا محمود يا أحمد يا من كل حروف كلماتك حتى الضمة والفتحة والنقطة يا من كل حروف كلماتك حتى الضمة والفتحة والنقطة حتى الإضغام والترخيم والمدة والسكتة إنه إلا وحي يوحى قد عادوها اليوم بالأسلوب الديناميكي الحركي المنفتح الأخطل قد عادوها اليوم بالأسلوب الديناميكي الحركي المنفتح الأخطل إن حديث الباب والمسمار وهجوم القوم على الدار ليس بحديث مسنت والحكم إليك أبا الزهراء محمد لكن سؤالا حيرني يحفر في أعماق الوجدان لكن سؤالا حيرني يحفر في أعماق الوجدان لما ضاع القبر إلى اليوم لما ضاع القبر إلى اليوم يحفر في أعماق الوجدان أقسمت عليك بمن تعبد أبثها إلى أم أبيها أم الكتاب أم الحسنين أم الأئمة أم القائم البهدي أم المؤمنين فاطلا أم الله نشكو إليك أم الله نشكو إليك وما عجب يا أم فأنت أم الكتاب وأنت أم الوجود وما نحن إلا أحرف مهملات في الحواش الضائعات زهراء وما نحن إلا أحرف مهملات في الحواش الضائعات أمه شكوانا كتبناها إليك فوق طرس من ضمير حزه الحزن العميق أمه شكوانا كتبناها إليك فوق طرس من ضمير حزه الحزن العميق ورسمناها بيراع من فؤاد هيمان في هذا الطريق وصنعنا من دموع الحب أمه مدادا ودموع الحب ليس لمعناها انتهاء أمه شكوانا من أناس طعنوا قلب الوفاء عبدوا المال بإخلاص وحب وولاء وحب وولاء شذوا بعيدا في المسار وأصروا أنهم في الحق منار ومنار الحق يأبى الواهني والحديث والحديث ذو شجون والحديث ذو شجون ذو شجون إذ أشار بعض أن الحب والعشق والإخلاص في هذا الزمان من جنايات ماضين السحيق إذ أشار البعض أن الحب والعشق والإخلاص في هذا الزمان من جنايات ماضين السحيق وعلينا الآن أن ننزع أثوابا باليات إنها أثواب أبي وجدي وأسلاف خاليات عفى الزمان عليها أفى الزمان عليها واستجدت أمور وتعداها القطار إنه ليس ثوبا يا رفيقي إنه ليس ثوبا يا رفيقي إنه جلدي ولحمي وعظمي ومشاشي إنه قلبي وعقلي ووجداني وضميري ليس إرثا لا ولا حتى تراثا ليس تجميعا ولا صنعا في مصانع الدنيا الكبيرة ليس لها ليس ملكي لها بقرار جاء من ندوات أو جلسات أو مؤتمرات أو صندوق نقد أو أتكيت دبلوماسي أو علاقات خارجية أو قرارات برلمانية إن لم تصدق هاك أقرأ فوق كل خلية من خلايا بدني هاك أقرأ فوق كل صفحة من صفحات قلبي وعقلي إنها صنعت في كربلا وشهادات المنشأ هذه وشعار المصنع نفس المصنع مرسوم عليها بل محفور عليها من دون تزوير ولا تقليد ولا حتى امتياز خمس قطرات وآهة خمس قطرات وآهة إنها قطرة دمع قطرة دم قطرة حبر قطرة عرق أربع قطرات قوام الثأر والتمهيد والانتظار والخامسة قطرة الماء الذي منعوا منه الرضيع والآهة آلام منتظر عزيز ترقبه عيوننا على الدر من دون تعب أو سأم ليس شيئا شتت الدنيا بنا في قريب أو بعيد إنه آت يحمل سيف الحسين ليس شيئا شتت الدنيا بنا في قريب أو بعيد إنه آت يحمل سيف الحسين بين عينيه دموع بعض معناها جاء في سفر خطه عن علي راوية يدعى سلي إنه آت يحمل سيف الحسين بين عينيه دموع بعض معناها جاء في سفر خطه عن علي راوية يدعى سليم لا تسل عن هذا الكتاب أي مضمون حوى ربما مزقوه ربما منعوه ربما ضيعوه ربما ضعفوه ربما قذفوه فالدعايات كثيرة والافتراءات رخيصة كل شيء يفعلوه هاك صدري وصدور المخلصين هاك صدري وصدور المخلصين فقرأ الأحداث بالتفصيل والتحقيق المبين هاك صدري وصدور المخلصين فقرأ الأحداث بالتفصيل والتحقيق المبين إنها كارثة تدعى السقيفة قد حفرناها بعظام الصدر فوق الرئتين وكتبنا فهرسا للاحداث فوق الشغاف خوفا على قومي من خداع أو ضياء أولا نكران نص الغدير ثانيا غصب فدك وعوالي ثالثا إحراق باب فاطمة رابعا هجومهم على الدار خامسا ما جرى بين الباب والجدار سادسا المسمار سابعا المحسن ثامنا سياط قنفث تاسعا وعاشرا و و و و ومن نبوع الدم من ثدييها أبيات من منظومة الأنوار القدسية لمرجع الطائفة في زمانه الشيخ محمد حسين الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها وجاوز الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي فحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة فحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة ولا تزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء وللسياط رنة صداها وللسياط رنة صداها يا خائم آل محمد وللسياط رنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها والأثر الباقي كمثل الدملجي في عضد الزهراء أقوى الحججي ومن سواد متنها سود الفضاء يا ساعد الله الإمام المرتضى وإن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر إذ رض تلك الأضلع الزكية رزية لا مثلها رزية إذ رض تلك الأضلع الزكية رزية لا مثلها رزية ووكز نعل السيف في جنبيها أتا بكل ما أتا عليها ووكز نعل السيف في جنبيها أتا بكل ما أتا عليها ولست أدري خبر المسمار يا بقية الله ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار وفي جنين المجد ما يدم الحشاء وهل لهم إخفاء أمر قد فشاء والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء لقد جن الجان على جنينها فاندكت الجبال من حنينها لقد جن الجان على جنينها فاندكت الجبال من حنينها والأنكى إلاما آلام المظلوم الأول في الإسلام والأنكى إلاما آلام المظلوم الأول في الإسلام آلام علي من يوم الاثنين إلى هذا اليوم والأنكى إلاما آلام المظلوم الأول في الإسلام آلام علي من يوم الاثنين إلى هذا اليوم آلام تمتد من بيت الأحزان إلى يوم الطف آلام تمتد من بيت الأحزان إلى يوم الطف يوم نادى المنادي يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين تمتد الآلام حيث الطامورة في بغداد تمتد الآلام حيث الطامورة في بغداد لن أنسى ذاك الصوت على الجسر لن أنسى ذاك الصوت على الجسر حين وقفوا بالنعش الشريف في وسط الجسر في بغداد ومنادي هارون ومنادي هارون ينادي على النعش الشريف على نعش موسى بن جعفر بعكس هذا النداء لا يجرأ لساني لا يجرأ لساني على قول ما قالوا ولكنهم قالوا بعكس هذا النداء نادى المنادي هذا نعش الطيب بن الطيب بعكس هذه الكلمات لن أنسى ذاك الصوت على الجسر يا ويلي لو أنسى لن أنسى الحمالين يا ويلي لو أنسى لن أنسى قعقعة الأغلال في التابوت السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف لن أنسى لن أنسى ذاك الصوت على الجسر يا ويلي لو أنسى لن أنسى الحمالين يا ويلي لو أنسى لن أنسى قعقعة الأغلال في التابوت يا ويلي لو أنسى ماذا أنسى هل أنسى الجامعة في عنق السجات أو ماذا أنسى أو ماذا أنسى فوق السطح ثلاثا باسم قتيلا في عطش يبقى التاسع من آل محمد قد أنسى أمي قد أنسى أهلي وبناتي قد أنسى وطني قد أنسى مالي جاهي بيتي قد أنسى أني جائع أو عطشان قد أنسى أفراحي قد أنسى أحزاني قد أنسى آمالي قد أنسى خوفي مرضي أو جاعي قد أنسى نومي قد أنسى خطأي وصوابي قد أنسى ما لا ينسى قد أنسى عقلي قد أفقد ذاكرتي قد أنسى أن أتنفس قد أنسى ما لا ينسى قد أنسى عقلي قد أفقد ذاكرتي قد أنسى أن أتنفس لكن لن أنسى هذه الأحداث فلست من ظهر أبي إن نسيتها يوحق أذيال عباءة زينب لن أنساها إني صاحب ثأر لن أنساها وهذا اليوم يا زهراء وهذا اليوم كذاك الأمس بالطعم وبالريح وبالألوان وهذا اليوم وهذا اليوم كذاك الأمس بالطعم وبالريح وبالألوان لعن المولى في كل صلاة سبوه فوق المنبر رب الأطفال على لعنه أسموها سنة ثم تسموا فيها هنيئا له ثم زادت نغمة الطنبور في هذا الزمان ثم زادت نغمة الطنبور في هذا الزمان ارفعوا ذكر علي من صلاة أو أذان ثم زادت نغمة الطنبور في هذا الزمان ارفعوا ذكر علي من صلاة أو أذان وعجبا 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 كيف أصلي من دون علي كيف أصلي وعجبا كيف أصلي من دون علي كيف أصلي فصلاة من دون علي لا معنى فيها فصلاة من دون علي لا معنى فيها أستكثر إي والله أستعظم إي والله أن أبصق فيها وعجبا وعجبا كيف أصلي من دون علي كيف أصلي فصلاة من دون علي لا معنى فيها أستكثر إي والله أستعظم إي والله أن أبصق فيها فالباقر والصادق قال إن صلى الناصب أو يزني فالأمر سواء الأمر سواء مبروك مبروك سأغني اسمك يا مولى لحنا يا أمير المؤمنين سأغني اسمك يا مولى لحنا في كل صلاة في كل أذان لحنا يطربني يطربني لحنا يطربني ينشيني في كل زمان في كل مكان وسأرسم اسمك فوق جبيني وسأرسم اسمك فوق جبيني كي لا أسجد يوما للشيطان وسأبني من اسمك محرابا في قلبي وسأبني من اسمك محرابا في قلبي فالمحراب من دون علي أنجس من معصر خمار أو مألف خنزير أو ماخور والدين من دون علي كذب وخداء والقرآن من دون علي صوت وحروف وقراءة والعلم من دون علي جهل وضلال والحكم من دون علي جور ظلم واستبدات وما عشنا وما عشنا أرانا الدهر أعاجيب أعاجيب يا أمير المؤمنين وما عشنا أرانا الدهر أعاجيب أعاجيب يقولون يا مولى الموالي إن لك من الذنوب الكبيرة ما يقسم الظهر وعجبا 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 يا كل الطهري ويا أصل الطهري ويا طهر الطهري في هذا العالم يا كل الطهري ويا أصل الطهري ويا طهر الطهري في هذا العالم يا من لا أجد في لغة الضادي وكل لغات الخلق ألفاظا ترسم معناك الأسمى يا من لا أجد في لغة الضادي وكل لغة الضادي وكل لغة الخلق يا من لا أجد في لغة الضادي أجد في لغة الضادي أجد في لغة الضادي فالعلم بقدر العقل والعقل الذي نحمله محدود محدود آهن يا مولى آهن يا مولى يا حيرة عقلي يا دهشة لبي آهن يا مولى يا حيرة عقلي يا دهشة لبي يا سر التكوين والإبداع صح يا قلمي صح صح يا قلمي صح ليس الوقت وقت كلام فلتسجد أنت ولتسجد كل الأقلام فلقد شع ذكر علي بالأنوار فاح الطيب وجاد الغيث يا والهان يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي ماذا يريدون منا ماذا يريدون منا يريدون أن ننسى علي فليرفعوه من فوق عيوننا يريدون أن ننسى علي فليرفعوه من فوق عيوننا إنه مكتوب على المقلتين إنه الحلاوة في الشفتين إنه أنفاسي في الرئتين إنه بهجتي وأنيسي وسميري ونشوة إطرابي وبيت القصيد إنه المستهل في كل لحن والخاتمة في كل نشيد إنه طعامي وشرابي ووطني الذي لن أهاجره أبدا لأنه دمي وهل يهاجر أحد دمه إنه أمي وأبي وهل ينسى عاقل أمه وأباه إنه لحن الخلود علي 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 لا فتا إلا علي وتعيها أذن واعي يا زهراء وأعود يا أم الأطهار وأعود يا أم الأطهار أترك وجداني يتكلم وأعود يا أم الأطهار أترك وجداني يتكلم يا أم الأطهار قد أكذب في دعواي الحق إني أعرف نفسي إني أحتطب الأوزار قد أذهب مشرقا أو أذهب مغربا إني إنسان خطاء تعصف بي كل الأهواء يا أم الأطهار قد لا أعمل بالإخلاص قد يرتع شك في قلبي أو تأخذني الريبة في دربي يا أم الأطهار قد لا أعمل بالإخلاص قد يرتع شك في قلبي أو تأخذني الريبة في دربي قد أعشق هذه الدنيا أحمل سيفي ذودا عنها قد أهوى أهل الدنيا وعروش المال وكراسي الحكم ولباس الجور والطغيان قد أكذب في كل الأشياء قد أكذب في كل الأشياء إلا في حبك يا أم الأطهار فله قلبي وله عقلي وبه كل حياتي طاقة أنفاسي من حبك يا زهراء طاقة أنفاسي من حبك يا زهراء لو لا حبك تخمد أنفاسي لو لا حبك تهدأ أجراسي طاقة أنفاسي من حبك يا زهراء لو لا حبك تخمد أنفاسي لو لا حبك تهدأ أجراسي وبه أنجو يوم زهوق الروحي وبه أنجو يوم زهوق الروحي وأراك تأتين لقبري بالبشرى هذا أملي فيك يا أم المهدي وقد ختمت مناجاتي وشكواية بين يدي أم الحسن والحسين ببيتين من تائية دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه يقول فيها لقد خفت في الدنيا سادتي آل محمد لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجل أمن بعد وفاتي أحب قصية الرحم سادة آل محمد من أجل حبكم أحب قصية الرحم من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وبناتي اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أسألكم الدعاء جميعا خادمكم عبد الحليم الغزي في أمان الله